يا صباح الرضا واللي على دين ونقضى يا رب اليوم صاحية من الساعة 5 الحمد لله الصباح وتعدل نومي وقمت عملت خبز التميس بالتنور تميس بالقبنة محشي بالقبنة بالتنور عملته موجودة طريقته بس عملته اني على الصاج على الغاز يعني العادي في الصاج بس اني نفس العقينة لكن عملته بالتنور كده مع قلص شاي حليب او شاي ملبن يا سلام ولا شي كده تميس او خبز بالتنور كده محشي قبنة شيدر وشاي ملبنه الحمد لله فطرنا وكده على الظهر قلت بعملكم عصير الليم حق عدن او الليمون عصير الليمون على الطريقة العدنية وشوفوا كيف انتم طلبتوا مني طريقة عصير الليم شوفوا كيف اعمله اول حاجة اجيب الليمون يكون الليمون يعني انه عاحله بنزهر نفس الليمون اللي استخدمه في العشار واقطع شي للاطراف ابعد الاطراف شوفوا ابعد اللي بالوسط اللون الابيض اللي بالوسط وبعد البدور اللي فيه او نحن نسميه بعدان القزي ابعدوها تماما لانه اذا انطحن يقع مر لما ينطحن عشان كده اني انظف ابعد البدور وبعد الخيط الابيض عشان لما اطحنهم يمرش معايا طبعا كيف احسب اني احسب لكل ليمونة كبيرة كوب اللي هو 250 ملي من الماء البارد او الليمونتين كده تكون وسط بعد كده احطوهم في الخلاط اني تقريبا معايا يكفي اربعة كواب من الماء البارد اضفت كمية بالخلاط واضيف سكر اني استخدمت اربع ملاعق كبيرة من السكر انتم حسب الرغبة بعد كده اضفت ماء بارد نحن نحطه بالديش تعرفو اش الديش يعني الفريزر نحط الماء لو طعم غير لما تحطوا الماء تبردوا بالفريزر بعدين تحطوا مع الليمون واطحن الليمون اعد للعشرة خلاص ووقف الطحن مثلا واحد اثنين تلات اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر خلاص ووقف الطحن انتبهوا تطحنوا بزيادة اذا انطحن بزيادة خلاص ما عدي نشربش لانه يقع مر خلاص عديت للعشرة ووقفت الخلاط الان بصفي صفوه تمام يعني اصفيه تماما الان خلاص الليمون يكون جاهز الليم يكون جاهز خلاص بس نحن نعمل له اضافة كتير حلوة تخلي الليمون احلى واحلى ممكن ما اضفوا النيش اني مرات ما اضيفش بس عشان اضيفة عشان الرغوة لانه الليمون الحلو ما يحتاجش حليب اللي اضيف ارقع بعد ما صفيه الليمون ارقعه في الخلاط واضيف شوية طرف الملعقة حليب بودر او حليب شاهي انتبهوا يزيد ميطلعش حلو بقى على حليب بالليمون وخلطوه اقلسو خلوه بعد ما نصفيه اخلطوه 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 عشان الرغوة تزيد انا احبوه عشان الرغوة يخليه يطلع لي رغوة حلوة بالليمون حتى اللي يشرب عندي الليم يقول لي اش تسوي له يعني شوفوه طعمه حلو كده ومع الرغوة يستغربوا ويقولوا اش هذا الليمون الحلو ويفكروني اني عصورو كده بالله يعني عصورو من غير مش كامل لانه يقولوا ليش كده مش مور وطعمه حلو لانه الليم الحلو محتاجش حليب اللي يقول ضفوه حليب عشان لا هو عشان الرغوة فقط وبس والله وبرد برد يا عطشان وكده نقلبه تمام بعدين لازم نقلبه كده التقليب هاده عادات نقلبه نرقع زي كده عشان يعني الرغوة تتوزع تمام لما نجي نسكبه ما ينسكبش الرغوة يقع بو رغوة وكوب لا عرفتو او قلص في بو رغوة وقلص لا عشان كده لازم نحركه وبس هنا قبت هاده الاكواب الحلوة وهنا قبت تلق هو بارد بس كمان نضف تلق عشان يكون مع دلقه والله الله يرحمنا بس برحمته حر كيف نحنا بس ندور اي شي بارد وحطت هاده كمية كده من التلق طبعا هذا قالب التلق رهيب اخدته من الكماليات هو سيليكون من تحت شوفوا انا مصورت لكم اياه سيليكون وعليه غطى رهيب رهيب فيه كبير وفيه الصغير وهذا السيليكون بسرعة يطلع وبسرعة يقمد صراحة بسرعة يبرد بالفريزر جدا رهيب وهنا قال لكم ازيين كده حطت شريح الليمون وهنا وحطت الليم الله يقول لكم طعمه رهيب يبرد على القلب والمعدة والدماغ يبرد على حياتكم حاجة جدا لذيذة طبعا انا باكلمكم حاجة مش عارفة ليش الليم الحامض او الليمة نحنا الليم نقول له بعدا ليم او الليمون ما يحلاش الا بالكوب القلص المعدن كده وهو بارد ولا تدبت شملان دبت الماء الشملان لما يعبوا لنا ياها لما نروح نشتري ليم تتذكروا من السوق نشتري ليم ما عارش له طعم ثاني واني اعملا بالدبت الماء مرة تعبيها ليم كده اتخيل نفسي فعدا بس والله هذا الليمون حقنا وبالعافية ليو لكم واذا انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرص الاشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم وبالعافية ليو لكم